حضارة منسية تعود إلى الأضواء ببعد ثلاثة وبرسم يمتد على 360 درجة فعلى مقربة من معبد أونكروات في كمبوديا يوعد موقع الجذب السياحي الجديد هذا التذكير بامبراطورية الخمير التي سيطرت بين القرنين 11 والثالث عشر على جنوب شرق آسيا ويعود الفضل في إقامة هذا الموقع إلى كوريا الشمالية التي اهتمت بتمويله وتصميمه وأرسلت فنانيها لإنجازه رغم أن هذا الأمر قد يؤثر سلبا على حركة الزوار مثل ما ترون لا علاقة لهذا المتحف بأي مسألة سياسية تخص النظام الكوريا الشمالي هذا المتحف يهدف حصرا إلى تطوير السياحة وثقافة الخمير الخاصة بنا نحن لسنا معنيين بالمسائل السياسية وقد أنجز استوديو من سودي الشهير في بيونج يونج متحف أنكور بانوراما ويعمل في هذا الاستوديو ألف فنان أنجز تماثل عملاقة لكيم إلسونغ وكيم جونج إيل إضافة إلى مشاريع أخرى خارج كوريا الشمالية من بينها نصب النهضة الإفريقية في السينيغال وتمثال جوزيف كابيلا في الكونغو أو حتى القصر الرئاسي في ناميبيا والمسألة تتعلق بالتجارة وليس بالدعاية السياسية على ما يؤكد تاجر القطع الفنية هذا في بكين إن كنت ترغب في بناء شيء ما فالستوديو من سودي الفني هو على الأرجح الأقل كلفة وهذا عامل أساسي لاختياره ويعد متحف أنكور بانوراما المشروع الأكثر تمحن لستوديو من سودي وأول استثمار مباشر له خارج حدود كوريا الشمالية وبعد عشرين عاما سيصبح المتحف ملكا للحكومة الكمبودية وحتى ذلك الحين تأمل بيونغ يونغ في استرجاع الأموال التي استثمرت في بناء المتحف والتي تقدر بـ 22 مليون يورو من خلال عائداته نحن شبه متيقنين أن هذه العائدات ستقول إلى جهات حكومية وإلى حزب العمال الكوري الحاكم ونرى أن على السياح عدم زيارة هذا المكان فعلى كمبودية في نهاية المطاف أن تنضم إلى المجتمع الدولي وأن تتخذ إجراءات مناهضة للجرائم ضد الإنسانية في كوريا الشمالية بدلا من إيجاد سبل لدعمها ماليا ويتردد ألاف الزوار يوميا على معبد أنكروات غير أن عددا قليلا جدا يتفقدون المتحف وقد نجحت كوريا الشمالية في كل الأحوال في تركيب صماتها على إحدى أهم الوجهات السياحية في آسيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر